على مساحة تصل إلى نحو 170 ألف متر مربع يمتد سوق الشارقة للمواشي المصمم بقتراز معماري تراسية ويضم نحو 288 محلا لبيع الجمال والأغنام والأبقار والدواجن والأعلافة إلى جانب مسلخ للحومة يستوعب حوالي 250 رأساً من الماشية في الساعة الواحدة وقبيل عيد الأضحى يرتفع الطلب على حجز وشراء الأضاحي وبشكل ملحوظ هنا في هذه السوق وغيرها كثرة وذلك في ظل تباين للأسعار وفقاً لنوع ووزن الأضحية أسسنا في السوق خطين خط لمتعامل اللي عنده الضحية من برع السوق يتوجه لصندوق الدفع لترقيمة الضحية ومن ثم للمسلخ لتنزيل الضحية ونهاية لخيمة الانتظار والخط الثاني للعمير اللي حاب يشتري الضحيته في السوق يتوجه إلى الحضاير نقل الضحية اللي يباها في عيد الأضحى نحن نزيد عدد العمالة فوق الأمية قصاب في مسلخ الشارجة عشان نوفر ونخلص الأضاحي بأسرع وقت ممكن في عدنا المحلي النعيمي والنجدي والمستورد ما يقارب أكثر عن خمس مصادر خارج السوق ووفق قانون العرض والطلب أكد تجار على أن أسعار الأضاحي في الإمارات خلال الموسم الحالي تشهد زيادة تتراوح بين 15 و20% مقارنة بالعام الماضي ما يعكس التغيرات في السوق وتكاليف الاستيراد والتربية والأعلاف ومن جهة أخرى ينصب الاهتمام على فحص الأضاحي والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك البشرية طبعاً لضمان صحة وسلامة الأضاحي المباعة في السوق في البداية عندما يتم إدخالها للسوق يتم فحص الحيوانات ظهرياً وكل الذبايح التي تدخل للسوق يكون معاها شهادة فحص يخلوها من الأمراض يكون معاها تقرير طبي من المختبر مفحوصة خالية من الأمراض بعد ذلك تتم عملية إدخال الحيوانات للسوق في أماكن مخصصة ورشها عن الطفليات الخارجية اللي هو الرش عن القراد وبعد ذلك أثناء ما تكون موجودة الحيوانات في الحضار يتم سحب عينات دم منها بشكل دوري وفحص جميع الذبايح الموجودة في السوق ووفقاً لوزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية استقبلت المنافذ الحدودية منذ مطلع العام الحالي وحتى يونيو الجاري أكثر من خمسمائة واثنين وتسعين ألفاً من الأغنام والماعز والأبقار والجمالة وذلك مقارنة بما يزيد عن ثلاثمائة وخمسة وخمسين ألف خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة سنوية تتجاوز ستة وستين بالمئة لسي بسي عربية ند عبد السلام دبي